السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مرحمة الله نادية كدر عمي قريبا الله يبثك يا ابنتي اتكتبت معي موالدي يا مخوطي يا رحمن يا رحيم ولكتبت في القناة يا ربي يا ربي خليت اللي بدي مره رقمي ايا خليت الرقم ديالك هي ان شاء الله تعالى يبلي يشيوه للناس ان شاء الله ولا اكمعنا محتفظ بالرقم ديالك يا ابنتي نادية وان شاء الله تعالى غريبا يشيوه للناس معقول واناوي المعقول ان شاء الله نتوصل معاك واربيس خير لك ابنتي شكرا لك نادية وتحية لك والعائلة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كنت بغي نقول لك ابنتي نادية قادية الزواج صعيب شيئا ما الزواج وخد خطروا حنا البشر صعيب اننا نحسن الاختيار ليدك الوصية كان نوصيك ابنتي نادية والسادة المستمعين خصوصا البنات ديالنا والابناء ديالنا اللي بغي يختار يستخير المولى اقول يا ربي ارزقني احسن طريقة بشا ربي عز وجل يأتيك برزقك انسى انك تسأل الناس الناس كلهم ضعفاء ونظرتهم سطحية للامور ومهما قدروا فتقدرهم محدود يا ما رأينا اناس رفيعي المقام مديرين شركات ناس رؤساء مجالس ناس قمة في الرتب ولم ينجحوا في زواجهم لماذا لانهم اساءوا الاختيار الاختيار غير مرتبط بالعقل ولا بالمنطق ولا بالمقاييس الاختيار هو سرون رباني فلهذا الوصية اللي هنقول الاحباب الكرام اللي بغي يتزوج يطرق باب الرجاء والناس قد رقدوا ويبيت في ليله يسأل ربه يا ربي اختار لي من عندك يا ربي اختار لي بنت بالغاية انتزوج ستزوج طبيعي الهرمونات والخالي اللي فيها تدعوها للزواج ثم انها ترغب في الحمل باش تكون ام ثم ان والديها بغي فرحو بها وتكون عندها خيمتها بوحدها وتكون عندها ضارة بوحدها طبيعي جدا لكن في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية كلمة ازمة بين قوسين لا احب ان استعمل هذه الازمة كن صعوبات ما في ازمة ما كن ازمة كن الخير موجود لكن كن صعوبات وغياب عدلة في التوزيع وكين فطور عند بعض الناس ما وش يخدموه اما اللي شمر على سعيدي وندي يخدم خير مولانا كثير لكن الشباب عادتان كيقول لك لك شي اللي بغينا ملقيناش فيفترون عن الزواج كتلقى هناك فطور وعزوف عن الزواج الشاب كيقلب على فتاة تكون تيخداما يا ما اطلق مع شباب كيقول يا باقي انت زوج قلت لي واتفضل وكن قلب الملت للناس كي بغيتها وابغيتها تكون في العشرينة من عمورها اين عام زيد وتكون خداما وتكون خداما في القطاع العام مش في القطاع الخاص علاش حتى القطاع الخاص غيسكي مهددة اي مرة يقولوا لها فايت وتخرج تكون في القطاع العام مزيان وتكون في التعليم علاشة اخي التعليم علاشب الادارة العمومية لا تعليم لماذا ليران التعليم هذا نصنهار governmental هذا النصنهار فرغة تقري الولاد تقريهم وانا كنت هميت من الساعات الايضافية شروط هكدا ملك نلقى يقول لها و لكن شكلها ان تكون كدا و كدا ملامحوا كدا و كدا ملك نلقى الشكل عدلق العائلة خاص العائلة تكون كدا و كدا وابوها كدا واخوها كدا وكدا ثم المنطقة واش قريب منه والبعيد منه ويتنقل المدينة اخرى ايو هات الشركة تسمى كامل الاوصافي صعيب اش تجمع صعيب الا من رحم ربك في الزواج لانساك يطلب يا رب ترزقني الخير والباركة والتي سير وغم ضعينك وسير والله تعالى كيجعلك البركة حتى الفلخة القضية كلها اي اخناية هي قضية رزق الرزق بيدي الله رك يقدر ياخد الواحد المرأة مخدمة مردمة ولكن كتكون باركة مسعودة كتدخل الى اعتبادية الضاكة يفضع للرزق وترى تكون شكلها متواضع لكن اخلاقها راقية وحنانها وعطفها كثير فتصير في عينيه اجمل مرأة في الوجود قد يلقى عائلة اللي هي فقيرة وربما ظروف صعبة ولكن ربنا عز وجل لا يطرح فيها البركة فتسبحت العائلة تقدره وتعزه وتحترمه ومن يدري الامور هي بالمآل والمآل لا يعلمه الا رب العباد لهذا الوصيل لكن نقول لجميع الشباب دينا والشابات مايركزوش كتير على الاسباب والمسببات رغم انها مطلوبة لا يغفلون عن الطلب من عند الرحمن لانه علام الغيوب فاسأل الله الكريم بنت ناذية الله يختار لك من عنده وحد زوجك من الصالحين طيبين الأطهار المرضيين المهديين وتعيش مع حياة سليمة ومستقرة ويرزعك الله منه درية طيبة والله يحفظك الوالدين والعائلة والأحباب ويسعد أيامك وكل من قال آمين اللهم رزقه مثل ذلك وزياده آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مرحبا لنا دي كدر عمي قريبا الله يبثك يا بنتي يتكتع معي وموالدي يا مخوطي يا رحمن يا رحيم ولكسي والبناز يا ربي يا ربي خليتك بدي مره رقمي أي خليت الرقم ذلك هي إن شاء الله تعالى يبالي يشعون للناس إن شاء الله ولا أكمعنا محسفظ بالرقم ذلك بنتي نادية وإن شاء الله تعالى غري بالي يشعون للناس معقول ونوين معقول إن شاء الله نتوصل معاك ونربي سخر لك بنتي شكرا لك نادية وتحية لك والعائلة كنت بغين قول لك بنتي نادية قادية الزواج صعيب شيئا ما الزواج وخد خطروا حنا البشر الصعيب أننا نحسن الاختيار ليدك الوصية كنوصيك بنتي نادية والسادة المستمعين خصى البناء دينا والأبناء دينا اللي بغي اختار يستخير المولى اقول يا ربي ارزقني أحسن طريقة بشاربي عز وجل يأتيك برزقك انسى أنك تسأل الناس الناس كلهم ضعفاء ونظرتهم سطحية للأمور ومهما قدروا فتقدرهم محدود يا ما رأينا اناس رفيعي المقام مديرين شركات ناس رؤساء مجالس ناس قمة في الرتب ولم ينجحوا في زواجهم لماذا لأنهم أساءوا الاختيار الاختيار غير مرتبط بالعقل ولا بالمنطق ولا بالمقاييس الاختيار هو سرون رباني فلهذا الوصية اللي هنقول الأحباب الكرام اللي بغي تزوج يطرق باب الرجاء والناس قد رقدوا ويبيت في ليله يسأل ربه يا ربي اختر لي من عندك يا ربي اختر لي بنت بالغاية سنزواج ستزوج طبيعي الهرمونات والخالي اللي فيها تدعوها للزواج ثم إنها ترغب في الحمل بش تكون أم ثم إن والدها بغي فرحوا بها وتكون عندها خيمتها بوحدها وتكون عندها ضرب بوحدها طبيعي جدا لكن في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كلمة أزمة بين قوسين لا أحب أن أستعمل هذه الأزمة كين صعوبات ما في أزمة لكن أزمة كين الخير موجود لكن كين صعوبات وغياب عدلة في التوزيع وكين فتور عند بعض الناس موش يخدموا أما اللي ند شمر على سعيدي وند يخدم خير مولنا كثير لكن الشباب عادتان كي يقول لك لك شي اللي بغيناه ملقيناش فيفترون عن الزواج كتلقى هناك فتور وعزوف عن الزواج الشاب كي قلبها لفتاة تكون تيخداما يا مطلقا مع الشباب كي يقول يا باقي نزوج كتلي وتفضل وكين قلبها منت الناس كي بغيتيها وأبغيتها تكون في العشرينة من عمورها أين عام زيد وتكون خداما وتكون خداما في القيطة العام مش في القيطة الخاص علاش حتى القيطة الخاص غيسكي مهددة أي مرة يقولوا لها فايت وتخرج تكون في القيطة العام مزيان وتكون في التعليم علاش يا خيق التعليم عن اسم الإدارة العمومية لا التعليم لماذا؟ لأن التعليم هذا من الصنار والصنار فارغة وتقريري الولاد وتقريرهم وانكن تهنيت من الساعات الإضافية شروط هكذا من اللي يلقى هات الشروط يقول لك لا ولكن شكلها أن تكون كذا وكذا ملاميحها كذا وكذا من اللي يلقى الشكل عدلق العائلة خاص العائلة تكون كذا وكذا وأبوها كذا وأخوها كذا وكذا ثم المنطقة وش قريبة منه البعيدة منه خاصة يتنقل المدينة أخرى وهذه الشركة تسمى كامل الأوصافي صعيب لك تجمع صعيب إلا من رحم ربك في الزواج الإنسان يطلب يا رب ترزقني الخير والبركة والتي سير وهم ضعينك وسير والله تعالى كي يجعل لك البركة حتى الفلخة القضية كلها أين خنائية هي قضية رزق الرزقه بيد الله رك يقدر يأخذ الواحد المرأة مخدمة مردامة ولكن كتكون باركة مسعودة كتدخل إلى عتباد يدى كيفضع للرزق وترى تكون شكلها متواضع لكن أخلاقها راقية وحنانها وعطفها كثير فتصير في عينيه أجمل مرأة في الوجود قد يلقى عائلة اللي هي فقيرة وربما ظروف صعبة ولكن ربنا عز وجل لا يطرح فيها البركة فتسبحت العائلة تقدره وتعزه وتحترمه ومن يدري الأمور هي بالمآل والمآل لا يعلمه إلا رب العباد لهذا الوصيل لكن نقول لجميع الشباب دينا والشابات ما يركزوش كثير على الأسباب والمسببات رغم أنها مطلوبة لا يغفلون عن الطلب من عند الرحمن لأنه علام الغيوب فأسأل الله الكريم بنتي ناذية الله يختار لك من عنده وحد الزوج يكون من الصالحين طيبين الأطهار المرضيين المهديين وتعيشه مع حياة سليمة ومستقرة ويرزعك الله منه درية طيبة والله يحفظك الوالدين والعائلة والأحباب ويسعد أيامك وكل من قال آمين الله مرزقه مثل ذلك وزياده آمين آمين ربي كريم